سيدي احنا كنا بنتكلم على قبل الفاصل على ازاي هذا الحب هذا الحب الشديد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه فتت الظرف الصعب في السودان وجمع القلوب وخل الناس تخرج حتى الاطفال خرجوا في امان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المظاهر التي في السودان دائما فيما تعلق بحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل 오هنك مظاهرة تتعلق بالاسرة ومظاهر تتعلق بالبيت ومظاهر تتعلق بالمسجد يعني ايه اكتر المظاهر تتعلق بالأسرة في مسالة المولد ربيع اول ما يدخل كل الناس بيكونوا في حالة استعداد حتى الجهات الرسمية في اي زمان وقال لان ده مطلب الجماهير لا انساني مطلب للشعب كله فالدولة من ضمن مهامها انها يعني تهيي هذه الساحات للناس يعني تهيي الساحات وتؤمنها وتؤمنها وتتيح بعض ما يمكن ان يتاح من تهيئة الزينات وانارة الطرقات العالمية ان شاء الله انظر ولكن يقع هذا الامر بصورة اساسية على الطرق الصوفية المنتشرة يعني بكثرة طبعا الطرق الصوفية كثيرة جدا 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 في السودان وتكوين المزاج السوداني كل مزاج صوفي فالناس كل طريقة تؤسس او تنشئ لها سرادق او خيمة في ساحات عامة يعني الاحتفالات تكون في الساحات العامة والزفة الرسمية الزفة ايضا تكون منقولة على كل التلفازات الزفة بتبدأ منين مع المزاج؟ طبعا حسب المواطن يعني مثلا منطقة ام دورماندا يعتبر اكبر تجمع في السودان وواسع فتمشي الناس يمشوا على الارجل اي مسافة يعني خمسة كيلو الله واك كده في نظام وفي خطوة بيبدأ من مكان الى مكان ولا نعم ينتهي بساحة المولد يبدأ ب في ساحة اسمها ساحة المولد في كل تخطيط في ساحة المولد اه يعني ده امر اساسي وكأنه جزء من حياة السودانيين وساحات كبيرة جدا يعني ساحات كبيرة جدا اسمها ساحات المولد ساحات المولد زي ساحات كده الصلاة العيد كده نعم وعلى وسع كبير وفي كل مدينة طبعا يعني ممكن يكون العدد اللي بيحضروا في الساحة دي الاف مثلا لا هم يكونوا عشرات مئات الالاف يا الله لكانت تصور مثلا موقع يكون فيه انا ما احدد المساحة بالضبط لكن يسع مجموعة من ملاعب كرة القدم وهو مزحوم لدريت تصعب فيه الحركة الله اكبر وهذا يوميا يعني تون ربيع لا لنصف ربيع يوم واحد لا يتناشر ربيع اه يعني من اول يوم واحد ربيع لا يلت الميلاد كل ده مزحوم ما شاء الله الزحام كثير وإلى الصبح الناس يسهرون الله اكبر وسواء كانوا مرتبطين بالعمل أو كانوا في اجازات يعني في اجازات يعني في اجازة هما هناك مع حضر تحيب بسهر الله وفي تنوع طبعا في الاحتفالات نفسها غير تلقي التهاني وهو موسم لتلاغي الاحباب الله اكبر يعني ممكن واحد يقوله انا عابلك في الموني وكل الناس هناك في تلك الساحات ينظمون انفسهم يعني ما مرتبط بالذين هم منضمون الى البواتق الصوفية والطرق خارس عامة الناس مفتوحة للناس كلها بحتي وفيها المدايح طبعا كسرة وفيها الذكر مدايح يعني مدايح زي ايه مثلا المدايح كسيرة لكن يعني اشهر مثلا البردة يعني هناك مطلوب الهمزية يختتح ويختتم بها لابد الليلة وهناك شعراء سودانيون يعني لابد لكل شعر يكون نظم شيئا في المولد الله اكبر ومعظم الشعراء لهم نبويات كده يعني وكأنني يعني وكأنني جازة الشاعر انه هو يمدح في النجل لازم تشارك فيه حتى لو كان هذا الشاعر عنده فلسفة في ظاهرها يعني ما تتوافق مع مسألة الله يعني مثلا ما من شاعر هو منتمع الى مدرسة علمانية الا وله قصيدة قصائد مبدعة هذا غريب جدا ما شاء الله يعني زايرة لطيفة خاصة باهلنا في السودان جدا جميلة علىها نمازج يعني كثيرة جدا لكن من اشهر القصائد قصيدة الشيخ محمد المجذوب بن الشيخ جمهدين يعني صدقت دموعا يشهد الحزن أنها أتت من فؤاد بالغرام متيم الله وليس له من ذات تيوم مشرح سوى أن يرى معشوقه فيسلمه هذه من أشهر القصائد يسلم فيها على كل النبي صلى الله عليه وسلم